السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي عندي درس مهم جدا How can you write an email How do you write an email Can you write an email Okay How عندي السؤال في الامتحان يقول Write an email of seven sentences Write an email to your friend سامي telling him About your visit to Alexandria يبقى السؤال بتاعي Write an email to your friend سامي telling him about your visit to Alexandria يبقى الموضوع بتاعي هو my visit to Alexandria طيب your name is Kareem and your address is Kareem at revision dot com your friend's email address is Kareem at revision dot com sami at revision dot com Again دل موطيط إلا نا هكتب عليها ليه الاميل Write an email to your friend سامي telling him about your visit to Alexandria يبقى الموضوع ان انا هكتب عن هكتب عن my visit to Alexandria لمين لسامي your name is Kareem اسمك Kareem and your email address is Kareem at revision dot com at revision dot com طيب شايفين خط تحت ايه كريم at revision dot com your friend's email address your friend's email address is sami at revision dot com يبقى دي الموطيط اللي انا هعمل عليها ليه الاميل اوكي هنتكلم كتير شوية ازاي هنعمل الاميل اوكي في بالنسبة الاميل بيبقى عندي ثلاث خنات هنا to يعني الى from يعني من subject اللي هو الايه موضوع طيب to طب هنعرفين هو قال لي هنا write an email to your friend sami يبقى to sami at revision dot com ودي عندي هنا في السؤال او في المعطيات اللي اعطيهايني او جمل اللي اعطيهايني علشان اكتبوا الاميل طيب يبقى أنا to عرفت نسامي ها at revision dot com from from يعني من من مين انت منك انت اللي هو كريم كريم at revision dot com بنا عرفت اعمل حكين to and from subject ما هو برضو متكلم عن الموضوع ايه الموضوع اه telling him about your visit to alex او alexandria يبقى subject اكتب هنا ايه my visit to alexandria طيب ببدأ يبقى دي حاجات تلاتة دولا من انا عملتهم ببدأ الايه اه email بتاعي بكلمة dear dear يعني عزيزي dear واكتب مين دير سامي اور كريم طبعا سامي ليه لان انا ببعث لسامي dear واكتب ايه الاسم طب ممكن اقول hi واكتب الاسم او hello واكتب ليه الاسم يبقى عندي اكتر من حاجة ابدأ بيها ليه الخطاب او letter او الاميل او الموضوع اوكي وفي الاخر بعد مكتب الجمل بتاعك المطلوبة اللي هما سبعة اكتبه love love وتحتها ايه الاسم او your friend وتحتها الاسم او yours وتحتها الاسم وفي الاخر بقوله ايه see you see you see you letter او see you واختب الايه الاسم يبقى داشت للتر او الحاجات الخطوات اللي انا هتبعها في اللتر to من مين الى مين الى مين الى مين من مين ها subject الموضوع موضوع 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 كده تقريبا احنا هنقدر نطبق بقى نطبق بعد كده على الخطوات اللي احنا اعملنا ده هنكمل to from subject to sami at revision.com from kareem at revision.com subject my visit to alexandria my visit to alexandria هنشوف احنا قلنا كلام ده مع بعض dear وكتبت اسم المرسل اليه اللي هو sami dear sami بدأت الاميل بجملة جميلة قوي كلنا عارفنا how are you dear sami how are you دي بتعتبر ايه جملة طبعا سؤال بداية الاميل i am writing to tell you about it i am writing to tell you about it هنذكرها مع بعض دي الكلمة دي i am writing to tell you about about ايه الموضوع بتاعي my visit to alexandria يبقى بدأت الايه الليتر او بداية الاميل هنشوف احكي له بقى انا عملت ايه هنشوف ايه هنشوف ايه هنشوف ايه هنشوف ايه زيار and alexandria library and alexandria library يبقى هو ال هو عمل ايه number one i went there with my family زرت طبعا اصبى alexandria طيب عمل ايه هناك what did he do there we visited kitebay stadell and alexandria library in the afternoon in the afternoon يعني في ايه فترة بعض الظهر we went to the beach we went to the beach ذهبنا الى الايه شاط then then ده تعبير جميل then يعني ايه بعد ذلك رابط كده بين الجملتين then we had fish at a big restaurant then we had fish at a big restaurant كده هو خلص الايه الموضوع اللي كان بيحكي عنه في خاتمة خاتمة للموضوع الايه i hope you will be with us next time i hope you will be with us next time لط من اللي باعت فاكر اه كريم يبقى هنرجع تاني الايه ميل ده انا في الايه ميل بكتب تلات خنات to from subject to وبعدت المين صديقي اللي انا برسلو from انا from من 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 كريم هم وعنوان اه الاي ميل subject الموضوع الموضوع حسب بقى الموضوع فهنا طبعا الموضوع بتاعنا my visit to alexandria بدأت دير سامي وبعدها comma ها بنسيب جزء بسيط كده ها في اول سطر وبدأت الايه الاي ميل how are you how are you i am writing to tell you about my visit to alexandria ها يبقى تاني قال ايه i am writing to tell you about my visit to alexandria i went there with my family i went there with my family we visited quite by stadel and alexandria library in the afternoon in the afternoon we went to the beach then we had fish at a big restaurant i hope you will be with us next time love carry اوكي دلوقتي هناخد نموذك تاني من الاميل طيب write an email of seven sentences write an email to your friend to tell him that your sister is ill again write an email to your friend to tell him that your sister is ill يبقى انا اعرفت ان انا هبعت لعماد اوكي والموضوع ايه ها my sister is ill she has the flow عندها flow اوكي email address is imad imad at school dot com طيب ال email اكتبه to imad at school dot com اوكي طيب from hali at school dot com تمام كده عرفتنا تو وعرفتنا ايه from subject my sister is ill she has the flow and she and she is in hospital now وهي في المستشفى الان she takes a lot of medicine هي بتاخد كتير من الادواء doctors say that it's not serious الدكاترا قالوا انه هو مش موضوع خطير مش مرض خطير she is doing better today she is doing better doing better يعني بتبقى احسن بقت افضل today we hope that نأمل ذلك she will be home tomorrow وهي تبقى في البيت بكرة see you see you دي الخاتمة بتاعتنا اللي هنختم بيها ال email see you وطبعا هو اللي بقت هاتي اوكي هنرجع تاني بسرعة to imed at school dot com from hedi at school dot com subject my sister is ill she has a flow and she's in hospital now she takes a lot of medicine doctors say that it's not serious she's doing better today we hope that she's will be home tomorrow see you this this we hope we hope we hope we hope two nmuzg or nmuzg from email email we hope you'll see if there's anything you can see in the comments you'll see in the comment what you want you'll see هنأخذ حلقة تانية هيكون فيها اكتر من نموذج هنغير الموضوعات لكن تعركت شكل ايه الاميل to from subject وهنا بنقول dear amad hi amad hello amad وبكتب الموضوع بتاعي وفي الاخر بقول see you واكتب اسمي انا اللي بعد او اقول ايه yours وقم اي الاسمي يبقى فيه اكتر من شكل للختمة والبداية هنذكرهم مع بعض لكن اللي لازم نبقى عارفينه to from subject ياريت نكون استفدنا من ازاي نعمل ايميل وندرب او نتدرب على ازاي نعمل ايميل ونكتب اكتر من ايميل اوكي goodbye and good luck اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة